وفي ذات التوجهات أعلنت وزارة التربية ظوابط جديدة للموافقة على منح الإجازة لفتح المؤسسات التربوية الأهلية وذلك لتحصين العملية التربوية ورفع مستوياتها وتتضمن الظوابط أن تكون مساحة المدارس الأهلية ألف متر مربع فأكثر وتقع على الشارع الرئيسي في المنطقة وأن لا يزيد عدد الطلبة عن 180 تلميذا وفقا للطاقة الاستيعابية المقررة لعدد الصفوف وعدم وجود أي إضافات بناء كالساندويتش بانل وقررت الوزارة إلغاء شرط المسافة بين المؤسسات الأهلية على أن لا تكون البنايات متلاسقة وأن تكون مساحات أبنية المعاهد ورياض الأطفال الأهلية بين 200 و300 متر مربع مقابل منع الدوام المزدوج لكل الجنسين للعام الدراسي القادم